صهام قاتلة يساعدنا أن نقدم لكم اليوم في هذا الفيديو وعبر موقعنا هذا قصة جديدة مميزة وجميلة جدا كما عودناكم دائما على تقديم كل ما هو ممتع ومفيد ومسل يحكى أنه كان هناك شاب عصبي المزاج سريع الغضب بشكل لا يصدق وكان دائما ما يغضب ويخرج عن صوابه ويجرح الناس بأقواله وأفعاله بشكل دائم وكان والد هذا الشاب رجلا حكيما له خبرة كبيرة بالحياة وقد لاحظ هذه الصفات السيئة بابنه فقرر أن يعلمه درسا ليصلحه ويقومه فأحضر له كيسا مملوئة بالمسامير الصغيرة وقال له يا بني كلما شعرت بالغضب الشديد وفقدت أعصابك وبدأت تفعل أشياء لا تصح عليك أن تقوم بدق مصمار واحد في السياج الخشبي لحديقة المنزل وفعلا نفذ الشاب نصيحة والده وكان كلما يشعر بالغضب الشديد يبدأ في دق المسامير ولكن لم يكن إدخال المسامير في السور الخشبي سهلا على الإطلاق فهو يحتاج جهدا ووقتا كثيرين وفي اليوم الأول قام الولد بدق سبعة وثلاثين مصمارا وتعب كثيرا في دق هذه المسامير فقرر في نفسه أن يحاول أن يملك نفسه عند الغضب حتى لا يتكبد عناء دق المسامير ومع مرور الأيام نجح الولد في إنقاص عدد المسامير التي يدقها يوما بعد يوم حتى تمكن من ضبط نفسه بشكل نهائي وتخلص من تلك الصفة السيئة إلى الأبد ومر يومان كاملان والولد لا يدق أي مصمار في السياج فذهب إلى والده فرحا وفعلا هنأه الوالد على هذا التحول الجيد ولكنه طلب منه شيئا جديدا وهو القيام بإخراج جميع المسامير مرة أخرى من السياج تعجب الشاب من طلب والده ولكنه قام بالتنفيذ طلبه على الفور وأخرج جميع المسامير وعاد مرة أخرى إلى والده وأخبره بإنجازه فأخذه والده وخرجا إلى الحديقة وأشار الرجل إلى السياج قائلا أحسنت صنعا يا بني ولكن انظر الآن إلى كل هذه الثقوب المحفورة في السياج هذا الصور مستحيل أن يعود يوما كما كان مهما فعل وهذه الثقوب هي الأفعال والأقوال التي تصدر منك عند الغضب سهام قاتلة يمكنك أن تعتذر بعدها ألف مرة لعلك تمحي أثرها ولكنها دوما ستترك أثرا في نفوس الآخرين ترجمة نانسي قنقر